المتجان الماحي المتجان الماحي هو مؤسس لمدرسة في الطب النفسي الحكمة هي إدراك أفضل المعلومات بأفضل العلم وترجم واحدة من أهم قصائد نزار قباني واسمها خبز وحشيش وقمر أب الطب النفسي في أفريقيا الجنون خطأ الفكرة لا براءة السبب والروح التي تفلتت من إسارها اليومي والمتداول والمجتمعي تحتاج للتوليف من جديد فكان الطب النفسي الذي يحقق العلاقة بين الروح وفضاءات انطلاقاتها الرحبة بروفيسور التجان الماحي رائد الطب النفسي في السودان وإفريقيا هو من الشخصيات التي حفرت مكانتها عميقا في وجدان الشعب السوداني ليس لريادته فحسب ولكن لمدى ودقة حفرياته ولد في مدينة الكوة في عام 1911 وعلى وجه التحديد في 7 إبريل 1911 في عام 1911 وبمدينة الكوة بالنيل الأبيض رزق الشيخ محمد الماحي من أسرة العمراب بابن أسماه التجاني التحق التجان الماحي بخلوة الشيخ وقيع الله وشغف بأخبار كرامات الأولياء وعلاج المرضى وفاقد العقول فزار المشائخ والقباب وحفظ الأنساب ظهرت مواهبه الأدبية في المرحلة الوسطى ولكنه التحق بمدرسة كيتشنر الطبية وتخرج طبيبا سنة 1935 ليعمل في المصلحة الطبية السودانية أرسل في بعفة إلى معهد الطب العقلي بجامعة لندن عام 47 ليعود بعد سنتين وينشئ أول عيادة لصحة العقلية في السودان كالشباب في عمره يعني المرحلة بالمراحل الدراسية حتى تخرج في كلية كيتشنر الطبية في عام 1935 وبعضها التحق بالعمل بالمصلحة الطبية السودانية التي هي الآن وزارة الصحة وأرسل في بعثة دراسية لمحهد الطب النفسي والعقلي في جامعة لندن ومن الطريف أن أول كتاب ذكر التجاني الماحي أنه قد درسه كان هذية من السيد إسماعيل الأسهري هذا كان أول كتاب يقع في يده فأولع وشقف بهذا العلم الجديد وثم بعث عليه تحال إلى محض الطب النفسي والعقلي في جامعة فنظم وعاد بعد إتمام دراسته بتفوق كبير في عام 1949 وأنشأ بعد عودته مباشرة العيادة الصحة العقلية التابعة للمصلحة الطبية السودانية التي هي مستشفى التجاني الماحي المعروف لدى الجميع في الوقت الحاضر تجاني الماحي نال ديبلوم الصحة النفسية في سنة 49 ولما رجع السودان كان أول من تأهل في الطب النفسي في السودان ليس ذلك في حزب بل كان أول من تأهل في الطب النفسي في أفريقيا ولذا سمي بأبو الطب النفسي في أفريقيا عامل مشتشار إقليمي في الصحة العقلية لإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية في الفترة من عام 59 إلى عام 1964 ثم جاء والحقيقة طلب منه أن يكون عضوا في مجلس السيادة في عام 1964 بعد انتصار سورة أكتوبر وأصبح عضو ورئيسا منوهبا لأنه كانت الرئاسة بالتناوب بين أعضاء المجلس في زيارة الملكة بريطانية للسودان كان هو الرئيس في ذلك الشهر وأهداها بعض خطابات غردون وحسبت هي أن هذه أعظم هدية يمكن أن تقدم لها لأنه كان في مكتبته ولا تزال في مكتبته مجموعة كبيرة جدا من الخطابات الأصلية لغردون أنا أذكر مرة من المرات يعني جيته في زيارة الصباح الباكر لأنه عدت أوديه كل التطيب عندما كان أستاذا هناك في السنوات الأخيرة من حياته فلما جيته لجيته لبس البدلة بتاعته كاملة وراقت في السرير وماسك في كتاب بيقرافيو وجنبه بهين كتاب وبهين كتاب فكتلت كتلت جاني أنت بتقرأ في كم كتاب قال لي أنا عادة أقرأ في ثلاثة كتب في وقت واحد عندما أمله من هذا أقرأه في التالت وعندما أمله من هذا أقرأه في التالت وعندما أمره من التالت أرجع إلى الأول فهو عمليا بيدرس أو بيقرأ طمانتاشر ساعة في اليوم وأذكر مرة أخرى عندما جيته برضو في زيارة قال لي أنا أنت عارف أنا كنت أفكر في موضوع مهم جدا قلت له شنو قال لي الموضوع أنا فكرت أنه نحن حموت وفي كتب كتب كتيرة جدا ما يكون قرينا قلت له دي كتاب جاني ده حاسي ده موضوع شي لكالهب في ناس حياتهم دي كلها عاشوا وما قروا ولا كتاب فالمهم أكان هو يعني رجل سادن المعرفة يعني يحب المعرفة وكانت كتبه من المناسبة في بيته واضعه بشكل ما مصنف وما مرتب لكن عندما يتكلم معك في موضوع من الموضوعات ويحب يرجع إلى مرجع من هذه المراجع يدخل في هذه القصة تحت المكتبة ولا تستقرقه دقيقة يطلع هذا الكتاب كان من فلسفته وحدة العلوم بمعنى آخر يعني كان يعني يشعر أو يحس ويرى وفي فكره ورؤيته أن هذه العلوم مهما تعددت فهي في نهاية الأمر يكمل بعضها البعض الآخر فكان دائما يردد قول ابن الربيع الحكمة هي إدراكه أفضل المعلومات بأفضل العلوم ومن هذه الزاوية الحقيقة الدكتوري الثياني من أصحاب التخصص العميق أصحاب التخصص العميق في ناس طبعا بيتخصصوا تخصص ضيق بس حرفيين في إطار محدودية ما يمكن أن يقوموا به أو يدرسوه أو يتعاملوا معه لكنه كان رجل صاحب فكر عميق يقزي هذا الفكر بكل روافد المعرفة الإنسانية ويعرف التاريخ ويعرف الجغرافيا ويعرف اللغات يعني ليس بالضرورة أن هو قطعا مجيد وصاحب أسلوب الرصين في اللغة الإنجليزية أو في اللغة العربية لكنه كان يدرس الفرنسية والهيرغلوفية واللاتينية ويستفيد من كثير جدا من اللغات عشان يتعرف على المصطلحات الحقيقية وكان في صواضح شديد يعني كان دائما يردد المقولة ليس عندي من فضيلة العلم سوى علمي أني لست بعالم هذا قولة الحقيقة لأبو قراط لكن هو كثيرا ما يردده وكان عنده إحساس كبير جدا بتزوق الشعر الأذب عموما إعجابه بالمتنبي حتى يعني مرة بيشرح الحمى التي غشيت مزائلتي كأن بها بتاعة المتنبي فقال هذه يعني حللة قال هذه من الميلارية الخبيثة الأعراض القالة المتنبي في الأبيات دي دي الميلارية الخبيثة كان قدم محاضرة عن ابن خلدون وهو من عادته عندما يتكلم بيستطرد من موضوع إلى موضوع من موضوع إلى موضوع فعلم يعني كبير زي ما بقول صاحب طبقات والدفالة قال عندما كنا نجلس إلى شيخنا يخرج العلم من رأسه دخاخين دخاخين فهكذا عندما تجلس الاتجال المحي يعني العلم يعني يخرج منه دخاخين دخاخين يمكن إلى حد كبير جدا بالمناسبة صورة مطابقة أو مماثلة لمن عاشوا معه أو رأوا رحم الله أستاذنا عبدالل الطيب كان برضو عنده هذا الاستطراض المتلاصل فالمهم بروفيسر نيل ده كان أستاذ بتعطيب الأطفال في جامعة حرطوم فحضر هذه المحاضرة وهو عجب أشد ما يكون الإعجاب بالدكتور التجاني وهذا العلم الواسع فقال له في سؤاله قال لي يا دكتور التجاني أتريد أن تقول لنا أنك قد عصلت على كل هذا العلم في حياة واحدة أحسب أنك قد عشت مرة فيها في زمن كان الشيوخ وحدهم هم الذين يحددون علاجات النفس والعقل جاء التجان الماحي ليقود ثورة في الطب النفسي استوعبت الحداثة ووضعتها في إطارها الشعبي دكتور التجاني ما كان هو متلقي سلبي للعلم الذي هو حقيقة تدرب عليه في الوقت ذاك كان العالم بتاع الطب النفسي بيدور حول مدرستين يعني بدون ذلك يخش في تفاصيل علمية مملة المهم هي مدارس التحليل النفسي ومدارس البيولوجيكا أو المدارس البنائية أو البنية التحليلية من المدرستين ديال دكتور التجاني تتلمز عليهم وحمل الفكر بتاعهم وجسه ذا الإداع بتاعه إنه لما قابلته مشاكل فيه معالجته لمرضاه ولما لقى فيه مشكلة في تقبل مرضاه للعلاج النفسي بالمستوى المطلوب ما حاول يرجع ويفتش للإجابة في الجهد العلمي الموجود في الزمن دا بل استقل الجهد العلمي المبزول في إنه يحاول كيف يلقى تفسير لظاهرة جديدة استناداً عليه الأدوات العلمية اللي هو عنده تخصص هو الصحة العقلية لكن كان قال إنه مضروري أن ندرك أن الصحة العقلية ليست مفهوماً طبياً معظم إنما هي زاد جوانب أخرى جوانب متصلة بالأسرة جوانب متصلة بالتربية جوانب متصلة بالظروف العمل جوانب متصلة بالحياة الزوجية جوانب متصلة بالمجتمع وعقائده وفلسفته وغيرها فلذلك لا يدرس هذا الجانب من زاوية طبية محضة إنما من زاوية كلية فيكون يهلم بعلم الاجتماع وعلم النفوس والتاريخ والفلسفة وكل هذه الزوايا يدرسها لكي يكمل المعاني التي يريد أن يكملها وأسس أول عيادة بتاع الطب نفسي في الخرطوم اللي هي في بحره لكن بعد ستة أو سبعة شهر من رجوع الخرطوم جزاره واحد من زملاء والكانوا شغالين بيقروا معاه في لندن اسمه أديو لامبو أديو لامبو ده نايجيري وكان الثاني الأفريقي الثاني الذي تخصص في الطب النفسي بعد التجان الماحي وجدعد مع التجان الماحي في بحره وكان مغرم برؤية التجان الماحي لعلاغة الطب الشعبي بالطب الحديث لأنه دي واحدة من أهمة يعني إنجازات الطب التجان الماحي في الطب عموما وفي الصحة النفسية ما أصبح يعرف فيما بعد بالقرية العلاجية في فهمه للزار سأل روحه أنه ليه مثلا ما قادر يوصل للناس بمارس وتقوص الزار وفهمه أنه الظاهرة دي أبعاد شنو إذا كان فرويد في الزمن ده كان طارح الفكرة بتاعته فهم الأحلام باعتبار أنه تعكس مفاهيم شخصية الإنسان وبتعكس جزء من عدله اللواعي دكتور التجاني ما حاول إنه ياخد دي بالمصدر وحاول إنه يطبق على الواقع السوداني حاول إسأل روحه لياته درجة أنواع السلوك والممارسة بتاعت الزار بتتباين عشان تعكس نمط سلوكي مختلف يعني كله زي ما بقوله شيخات الزار كله خيط عنده ظاهره دكتور التجاني كان كله خيط بالنسبة ليه بفكر إنه هل هو بيرمز لنمط شخصية نفسية محددة وكان بيقول إنه فهمنا لنمط الشخصية دي هل هو هيقود لإننا نفهم الإنسان اللي بخش فيه طقوس الزار فهم علمي أكتر وبيدينا فرصة بتاع التحليل نفسي من خلال نوع من أنواع الطقس السلوكي المربوط بالاحتفال والقنائي دي أفتكري إنه كانت نظرة متقدمة شديد وساعدت في تطبيقات العلاقة بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي والمريض النفسي أو صاحب المشكلة النفسية في واقع متخلف أو في واقع ما بيقبل العلاج النفسي بفهم الحديث اللي لا والزار ما كان بيفتكروا إنه عملية بتاعت خطرفة ولا عملية بتاعت نوع من الحلقات اللي بيشربوا فيها الخمور ولا بيشربوا فيها الدم ما كان بظلاء بظلاء على أساس إنها جزء من العلاج الموسيقي المعروف واللي عنده أهمية كبيرة جدا في الطب النفسي وبالتالي درسوا دراسة واعية جدا وزيادة على هذه الدراسة أيضا درس الأشياء الأخرى اللي هي متعلقة بالطب عموما وخصوصا الأشياء المتعلقة بالعقاقير مثلا العقاقير الطبية والعقاقير كيف يساء استخدامه وكيف يستفاد منها استفادة صحيحة لما طبعا لما نشرنا الكتابين دين كان في مقالين مهمات جدا ما قدرت أنا بالذات أحققهم لصعوبة كتابتهم وكاننا عن الزار في السودان ما ظهر هذا العمل إلا قبل أسبوع والآن موجود في المكتبات السودانية وهذا الكتاب يسمه الزار والطنبرة في السودان ويحتوي على تحقيق عمليين رائدين للبروفيسور الراحل التجاني الماحي العمليين دين فيهم المقالين واحد فيهم اسمه الزار في السودان وكتبه في سنة 46 في مجلة السودان الجديد وممكن نقول عليه مقال رائد بكل معاني الكلمة بعد ذاك زيادة على المقال ده من سنة 35 إلى سنة 68 انكبت تجاني الماحي على تجميع وتبويب وتصنيف مشايخ الزار مشايخ الزار ديل بل العربي الدارجي عندنا شيخات الزار والخيوط والناس منوء اللي انزل في الدستور ولا انزل في الزار فيهم نوء يكون عنده الشيخ عبدالقازي ولا الشيخ الرفاعي ولا سيدي مرحبتين ولا الولية الحبشية ديلة اللي بسموهن المشايخ والتجان الماحي سماهن باللغة الإنجليزية سماهن زار أركي طايبس هذا الانبهار بالتجاني مع وجود جنس أدبي اللي هو القرامات اللي هي موجودة في كتاب الطبقات الاثنين امتزجوا عندي وكتبت في الصحف آنذاك بناء على معرفتي بالتجاني أو بناء على شغفي بمنظومة القرامات التي أو الترجمة للمشايخ والصوفية والشعراء في كتاب طبقات والضيفة الله المزيج ده من الانبهار والإعجاب بالتجاني والإعجاب بهذا الجنس الأدبي اللي هو الترجمة كتبت يعني في الصحف آنذاك مقالة أفتكر عنوانه كان التجاني يا قاري الألواحي من يعني أنا وضحت في مصافة رجل ولي من أولياء الله وكتبت عنده كلمة الحقيقة لقصد كبير جدا هذه الكلمة وهو قرأها وأعجب بها وأصبح يعني يخصني بالتفاتات وبدعوات وحتى يعني أهداني شيئا من الوثائق حملتها سريعا إلى دار الوثائق وسجلتها باسمه في دفتر الوثائق التجاني الماحي كان مؤمن بأنه الطب الشعبي يجب أن يسخر ويضمن في الطب الحديث وكان يعني علاقاته بكدباس وبهمضوانبان وبالشيكينيبة كان قوية جدا جدا ومع الشيوخ وكان بيحول لهم وبحولوا لهم ما كان لا يتعالى عليهم ولا ينظر لهم باستصغار وكان بيفتكر أنه المسيد عبارة عن وحدة علاجية متكاملة بمعنى أنه المسيد فيه علاج فيه تأهيل للمرضى بيعالي المرضى للنفسيين بيعلمون القرآن بيتذاكروا في حلقاته يعني فيه والكلام بيطول في المعنى المسيد لكن طلع مفهوم القرية العلاجية طيب أديو لامبو أخذ هذا الموضل أو هذا الأموزج وشالوا ما وداه ناجيريا ومشى هناك قوى قرية اسمها قرية أرو في جنب أبي كوتا في ناجيريا وعمل حول هذه القرية مستشفيات وعملت قرية والقرية أصبحت مدينة وأصبح جامعة وأصبحت من الأمراكز التي يشار لها بالبنان وكله كان فكرة تيان الماحي وأديو لامبو لم ينكر الفضل وأشار في كتاباته العلمية المنشورة لفضل تيان الماحي عليه بهذه الفكرة الدكتورة تيان الماحي بالنسبة لأخصائي ودارسي الطب النفسي في السودان وفي أفريغيا قام أفتكر أنها أثبتت حقية بالقامة وحقية باللقب أب الطب النفسي في أفريقيا أفتكر هذه الحقية ما نتجت من الأسبقية الزمانية باعتبار أنه كان من الرواب رغم أن هذه حقيقة برضو ما ممكن ننكره وكان دوره المهم إذا نظرنا للمجتمع السوداني الليلة وإفريقيا ما حيصيرنا الطب النفسي ما زال في بداياته وما زال بصارع عشان إلقاليه موطئ لغدم فلما ننظر للتلاتينات والأربعينات ونفكر أنه في شخص سوداني كان بيحلم بأنه يدرس ويعمل وإخلق مجال جديد للطب النفسي أفتكر أنه كان مبادرة في كمية من الشجاعة والوعي السابقة لزمانه في رأيه تفسير الأحلام هذه بتعين كبير جدا من ناحية نفسية للطبيب النفسي عشان ما يعالج المريض النفسي يعني هذه الأحلام تحتاج إلى فهم كويس للبلاغة ليه؟ لأنه في أساليب الإدماج والكناية والمطابقة والمبالغة والاستعارة اللي هي دي كلها في إطار البلاغة لكن بتجي في الأحلام بصور مختلفة فتعين إذا كان الطبيب النفسي فاهم للبلاغة كويس تعينه في تفسير هذه الأحلام التي يحدثها عنه الشخص المريض عام 1964 أنهى التيان الماحة رحمه الله خدماته في الإسكندرية وكان مستشار الصحة العقلية في منظمة الصحة العالمية وكان عضو ورئيس مناوي في مجلس السيادة من 1964 حتى نهاية فترته في عام 1969 عرضت عليه كلية الطب جامعة الحرطوم كرسي الأستاذية وقبلها وبدأ في تأسيس أول قسم للصحة النفسية في واحدة من الجامعات أو في جامعة الحرطوم اللي هي كانت الجامعة الوحيدة آنذاك وطبعا قبل ده في سنة خمسين كان أول من أسس عيادة الصحة النفسية في بحري والتي حتى معروفة الآن والتي أصبحت الآن مستشفى التجان الماحي في الفترة من 1964 إلى 1969 كان التجان الماحي في الحرطوم وكان كثير الحركة وكثير الندوات وكان ملء السمع والبصر في تلك الفترة كنا طلعا في جامعة في كلية الطب جامعة الحرطوم وفي السنوات اللي دخل فيها كلية الطب وأصبح أستاذ كنت أنا في السنوات الأخيرة من آآ الكلية في الكلية اللي هي تزعو ستين سبعين وواحي سبعين كان عنده رؤيته النغدية التحليلية اللي بتخليه إنه يتقبل الإيجابي ويساعده في إنه يفهم شخصية المريض ويرفض الممارسة هي عندها نواتيجة السلبية بالنسبة لي صحة المريض وفهمه الزول كان في الزمن ذاك جاء بثقافة غربية وعلم سلوكي غربي بتتوقع منه أنه كان ممكن ييجي ويكون رافض لكل التجربة الإنسانية السلوكية النفسية المحلية هو ما وقع في الخطأ البندع فيه دائما إنك ترفض الموجود باعتبار تغليدية أو تقدمه أو تأخره أقبل بالعكس وقف كصاده وما رفضه نهائي أقبل بالعكس خدته ومعاييره عشان يتقبل الشيء الإيجابي منه وياخد الشيء الإيجابي خطوة للأمام يخلي إنه المريض أكثر قابلية للتعامل مع الطبيب النفسي وخلي المعالج إنه يكون عنده أكثر قابلية للتعلم وإنه يفهم إنه فيه إمكانية بتاع التعايش بين الطب النفسي الحديث والفهم التقليدي للعلاج النفسي الموجود في المجتمعات دي الصحة في رأيه الصحة النفسية لا تعني الخلوء المطلق من الهم والقلق إذا كان هناك ما يوجب الهم والقلق فصريعين الشيء إذا ما حصل لهذا يكون في حاج خطأ فاشتشهد قال المتنبي وربما صحة الأجسام الأجسام بالعلل يعني أحيانا تصح الأجسام ببعض العلل النتجان الماعي هو مؤسس لمدرسة في الطب النفسي حاولت أن تقيم الكبري والقناطر ما بين الطبيب النفسي الحديث والطبيب النفسي التقليدي يعني ما بين المسيد زي مسيد الشيخ الجعل البيداء فيه مرضى العصاب وغيرهم وما بين مكتب اللفندي الطبيب دي علاقة يعني حتى أنا قيل لي أنوح يعني النجريين كانوا بيستقوا منا ويحاول يعرفوها وبالتالي يعني ما هو المثقف الوحيد اللي يمكن من قلائل المثقفين اللي عمل هذا المعبر مش بأن المؤسسة الحديثة هي وصية على المؤسسة التقليدية ولا هي بحداثتها هي الظل ولا هي يعني هي الضوء ومؤسسة الفقير ومؤسسة الشيخ الجعل هي الظل لا في علاقة متكافئة وفي تناقم وأصبح كل من تلك المؤسسات المؤسستين ترفض واحدتهم الأخرى وأنا شفت العلاقة دي في عبرة والجيل الذي تلى وورث التجاري المائي في علم النفس الدكتور بحشر وسائر الأطباء النفسيين تبنوا هذه الطريقة أذكر أن التدريب بتاعنا في بريطانيا في أوائل التزعينات كانت في المرحلة بتاعة الانتقال من العلاج النفسي في داخل المستشفيات القديمة أو ما يعرف بالأصايلة للعلاج في المجتمع بقدر الإمكان فإذا نظرنا إلى دكتور التجاني من رقاه أنه في الأربعينات كان ما بيدعو إلى الشكل السائد في أوروبا في الوقت داك اللي هو ما يعرف بالمستشفيات التقليدية والأصايلة بل دعا لقيام عيادة نفسية في المجتمع فبراها من النظر دي من رقاه أنه هذه كانت حقيقة النظر سابقة لزمانة وحقيقة النظر فيها كمية من الوعي بأهمية وجود المريض في داخل المجتمع بتاعه أذكر من دعواته المحببة أنه التقينا في منزله أنا كنت دليل الأستاذ الفرنسي جاك بيرك واحد من أكبر المستشريين الفرنسيين وعنده تعاطف مع القضية العربية وغيره أخذته إلى بيته ولا أمسى ذلك لذلك نقول أنه معرفة مثل هؤلاء الرجال يعني الرزق وتبقى يعني الزاكرة زاكرة اللقاء بهم والاستماع إليهم والتفرس في تاريخهم ومتابعة أشواقهم المعرفية تبقى يعني دروس الحقيقة تصحبه طول العمر دكتورة تيجاني تعامل مع العلاج التقليدي وانقماس المجتمع والإنسان في العلاج التقليدي كمؤشر لمستوى التطور الاجتماعي والسلوكي في المجتمع المحدد وخلاها أنها تكون ليس قضية ندمغة بالتخلف والجهل بل أخذها كنقطة أساسية تساعد في فهم المجتمع وفي فهم الفرن البمارس سلوكه من خلال فهمه للمجتمع هذا أنا أفتكر أن هذه نقطة كانت متقدمة شديدة جدا في الزمن ذات وما غريب أنه حتى الكتابات التي تكتبت عن دكتورة تيجاني أكثر الناس كانوا إعجابا به كون أصحاب المدارس الفكرية الغربية اللي كانوا بيعتبروا حقيقة أب الطب النفسي الأفريغي باعتبار أنه كيف حاول يطوع مفاهيمه الفكرية والفلسفية المستند على الثقافة الغربية في لحظته وتطور الإنسان في العلم السلوكي عشان يقدر يشرح به واقعه ويطور واقعه ويخلوه أقرب ليفهم واقعه كمريض أو كمعالج نفسي اهتمت تيجان الماحي بالتأليف وحفظت له المكتبة السودانية مؤلفه المهم مقدمة في تاريخ الطب العربي وعدد من المقالات المهمة في الطب النفسي وترجمة قصيدة للشاعر نزار جباني من العربية إلى الإنجليزية لم يشتغل فقط بالطب النفسي ولم يشتغل فقط بالطب إنما كان مهتم بكل شيء له علاقة بالثقافة نزار جباني زارني في السودان سنة 68 وكان في الوقت داك السودان بيحب الموسيقى ويحب الشعر ونزار جباني جمع مرتين واحد فيه آخر واحد فيه سنة 68 وكان التجان الماحي رفيقه في تلك الزيارة وأنا كنت في الوقت داك محرر للمجلة المجلة الطبية اسمها مجلة الحكيم طلبنا من التجان الماحي أن يترجم لواحدة من قصائد التجان النزار جباني وترجم واحدة من أهم قصائد نزار جباني واسمها خبز وحشيش وقمر ولم نتفي بالترجمة فقط والتي كانت ترجمة رائعة بكل المقاييس إنما عرضنا القصيدة على نزار جباني وعرضنا القصيدة على الأستاذ السفير جمال محمد أحمد وكتب المقدمة بتاعتها هذه القصيدة أيضا من عيون الشعر العربي وعيون الشعر الإنجليزي المترجم من العربية عنده صبعا كتابه العمدة تاريخ الطب العربي مغدمة في تاريخ الطب العربي فتجد أنه عناته الشديدة بأنه يرجع للمصادر الأصلية ولا يرجع للمراجع فقط المصادر الأصلية لهذا الموضوع ففي تاريخ الطب العربي المصادر العربية فيه المصادر فيه 130 مصادر أصلي وده يوريك إلى مدى عنايته بهذه المعارف على اختلافها كما قال الشاعر محمد عبد الحي الشعر رزق من عند الله ونفتكر معرفة الرجال برضو ومعرفة الرجال الأخيار مثل التجاني الماحي البروفيسير التجاني الماحي أيضا رزق من الله وأنا سعدت جدا بمعرفة التجاني الماحي في إطار لجنة كونا السيد المرحوم عبد الماجد أبو حسبو لجنة التأليف والترجمة والنشر في وزارة الثقافة والإعلام أو أي تسمية كانت لها في الوقت ذاك وكان من بين الأعضاء أنا كنت أصغرهم سنا يعني كان في التجاني الماحي عبد الله الطيب العبادي محمد المهدي مجذوب وجماعة في هذا السياق تعرفت على التجاني والتجاني كان يعني وكان عندنا أنس بعد عقادة جلسات يعني في وزارة الإعلام والاتصالات الحالية كنا بنطلع وكنت ظل أستمع له وخلال الاجتماع وخارج الاجتماع لأنه الاجتماع أيضا كان يعني يستسود وحوارات ونقاشات وذكريات واستطراضات من البروفيسور عبد الله الطيب من التجاني الماحي فيعني غر في ذهني عنه أنه إنسان محب للمعرفة ومطلع جدا ورجل وراق بمعنى أنه باحث عن الكتب يقتنيها وينفق المال الجم فيها وأنا في الحقيقة كنت في الوقت ذلك عند زي الصدام مع ما كنا نسميه طلايع المتعلمين اللي هي حركة الخريين اللي أدت أدوار ممتازة في عداء الاستعمار ولكن نحن لما جئنا إلى الساحة السياسية وكذا في 1900 جيل الاستغلال وجدنا أن هذه الطبقة تقريبا أفلست وليس عندها ما تضيفه وأصبحت وأصبحنا نصاب بغثيان من نكساتها العديدة من لغوها من مشروعات الفقيرة وحقيقة كان ظهور التجان الماحي بكل هذا الاستثناء من حبه للمعرفة وشرفه بها وإنفاقه عليها كان يعني بالنسبة له كان إنعاش وتجديد وثقة متقرة فده صادف الحاج الأولى أنه أنا كنت على خصومة ناقدة بل مستميتة ضد ما كنا نسميه طلاعي الخريجين أو الأفندية أو البرجوازية أو ما أسميها ما شيء وأسنان ما كنا نحن طلاب في كلية الطب أيضا جمعنا بعض مقالاته واحدة من مقالاته المهمة جدا جدا اسمه أو العادات الطعام والممنوعات الغذائية وهذا المقال أيضا يجب أن يقراه كل الأطباء المشتغلين به التغذية والغذاء في السودان وحتى خارج السودان عندما تعرف التجاني الماحي عن قرب وتجلس معه يحدسك على ابن خلدون أو عن الرازي أو عن ابن سينة أو عن ابن النفيس أو جالينوس أو شيكسبير أو الطبري أو الشيرازي أو جابر بن حيان تحس بمدى الإلفة والمحبة بين هذا الرجل الذي تسمع إليه وبين هؤلاء الأشخاص يعني أنت لو جيت وكان في يعني برات شاي وكباب شاي يعني ممكن تقول والله يمكن الناس دي لكانوا قاعدين هنا قبل شوية وطرعوا لأنه يعني هو مدى ما عرفت بهم ومدى عمقها أزالت كل هذه الحواجز وأصبح هؤلاء العلماء وهؤلاء الأفزاز يعني أصبحوا قريبين جداً منهم التيان الماحي تعرض لتاريخ الطب وكان مغرم بتقصي التاريخ والميثولوجيا على أساس أنه في هذه في هذا في درسة التاريخ وبالتعمق فيه من أقدر نعرف الأشياء المتغيرات الحضارية وكان مغرم أيضاً بالمتغيرات الاجتماعية والحضارية وأثر على صحة المواطن وتكلم عن في كتابات التي جمعناها له تكلم عن صحة الأسرة وتكلم عن صحة الطفل وتكلم عن صحة المجتمعات والمتغيرة تكلم عن الطب الشعبي وتكلم عن الطب الشعبي بريادة مش بكلام شخص يعني هاوي إنما تكلم بكلام شخص مغتنع بجدوى وقيمة الطب الشعبي كل شيء باطل إلا بظهور التجاني بعد ذلك تعرفت على الشاعر الفحل محمد المهدي مجزوب وتلك ثقة أخرى وتعرفت بشيخ عبد الله الشيخ البشير وكانت تلك دفعة أخرى في طريق في طريق يعني مختلف للنظر للثقافة السودانية ويعني أضيف في الحقيقة يمكن لي يكون في ناس أفضل مني مثل الدكتور أحمد الصافي وغيرهم اللي عرفه هو الذي ترجم خبز وحشيش وقمر اللي هي البتاعة نزال قباني وترجمة كانت رائعة جدا وتدم تداولة على المستوى العربي عند ناس كثيرين جدا وحتى الذين لا يقرؤون بالعربية أو قرؤوها باللغة الإنجليزية من الأجانب فأعجب بهذا الشعر وكذلك ترجمة الأساسية للتجان أولع التجان الماحي بالقراءة جعله من أبرز المقتنين للكتب النادرة والمخطوطات والتي تم إهداؤها لمكتبة الخرطوم والتي أفردت لها قاعة خاصة حملت اسم التجان الماحي ترجمة الأساسية ترجمة الأساسية المكتبة تخصصت جزء أو قاعة متكاملة لمجمعات مكتبة تجان الماحي والشينغيطي في مبنى واحد المجموعة الأكبر مجموعة تجان الماحي عبارة عن الكتب وهي غرابة سبعة أو تمانية ألف كتاب وإثنين ألف وستمائة ثلاثين مخطوط وستمائة واربعين خريضة بالإضافة لسيف ومجسم بالإضافة للصور واللوحات المخطوطات تحتوي مكتبة تجان الماحي على مخطوطات لا تغذر بثمن ولم تتم معالجتها لا فنيا ولا ترغمنت بالتطورات والتغنيات الحديثة هذه المكتبة تشمل اثنين ألف وستمائة وخمسين مخطوط وفيها من كتب الطب ألف كتاب منها ماتين وسبعين باللغة العربية وكتب علم النفس ألف كتاب منها مية باللغة العربية وفيها كتب عن السودان ألف وثلاثمية كتاب وكتب عربية اثنين ألف وخمسمية وكتب في التاريخ القديم خمسمية وكتب التاريخ الحديث ثمانمائة وخمسين وخرائط قديمة سبعمائة وخمسين حريطة وعلى مدى خمسة وثلاثين عاما أبدع التجان الماحي في مجالات مختلفة لا علاقة لها بمجاله العملي فكانت له اهتمامات واسعة بعلم اللغات مثل الهيرغلوفية والفارسية والهوسة وجمع الطوابع البريدية والعملات الأثرية والخرائط وعلم التاريخ وعلم الاجتماع وله محاولات في الفن التشكيلي كما اعتبر من الشخصيات الأدبية التي لها صالون دائم الحضور كان عنده هوايا كان يعزف الود وعلم ابنه الأكبر كيف يعزف الود وكان يعزف الكمان وكان أيضا يعني عنده هوايا جمع الطوابع من الناس المعروفين عالميا بأنه عنده مجموعات من الطوابع النادرة في العالم عنده عناية بالعملات النادرة عنده في مكتبته ألفين قضعة من العملات القديمة فهنا أنت يعني إحنا أمام عالم موسوعي كبير وعالم مدقق وصاحب معرفة كبيرة جدا ويستعين بكل هذا في يعني مهنة كطبيب نفسه درس سحر بابي وفي رأيه أن الأحجبة بتاعتنا في السودان والتمائم السودانية وصولها ترجع إلى بابي المربعات الحسابية واللغة السريانية وكل هذه الأشياء ترجع إلى بابي القديمة بعدين بعض الأمراض يقول لك مثلاً فلان ده عنده مشكلة في الصحة العقلية بعد ذلك أول ما يرفض النيل يقوم يتهيئ فهو قال هذا إنه هذا في العقل الباطل موجود هذا الخوف يعني موجود من أيام الفراعنة فالخوف ده المتراكم الموجود في العقل يؤدي إلى هذه النكسة التي تحصل للمريض النفسي فهنا يعني أنت أمام شخص يحاول يفسر كل الأحداث وكل الظروف وكل الأحوال وفقاً لمعطيات من التاريخ من علم الاجتماع من علم النفس من الفلسفة إلى غير هذا وده كله محفوظ عنده التجان المائحية كاد يكون من عدد قليل يعد على الأصابع لا يحصل في حياته بقية حياته ولا أسرته على معاش ما عنده معاش ليه؟ لأنه في حرب سويس قام طوالي تحمس للمعركة وقال أنا ماشي متطوع وماشي قابل جمال عبد الناصر وماشي طبيب متطوع بالنظام البروراطي القديم ما تم سنوات الخدمة التي تدخله المعاش وذن من الضوء لم يكن فارق معه كثير جدا وفعلا انتهى إلى أنه ما عنده معاش ولم تلس أسرته بعده معاش من الحكومة لكن كان راضي كل الرضا عن نفسه لأنه أدى دورا كان في رأيه هاما وضرغيا التجان الماحي من أغرب الأشياء في حياته أنه كان لما يفتح الباب التاكسي ويدخل التاكسي بيتكلم مع سواق التاكسي كأنه بيتكلم مع واحد من العلماء وفي كثير من الأحيان بدأ التاكسي يقول له يا أستاذ يا دكتور بدأت دورا يقول في جنو ما كان عنده تفيغة بين الناس وكان بيته مفتوح لكل الناس ولكل الفئات المجتمع وعلاقاته بين زملاءه وبين أقرانه وبين تلاميذه كانت زي ما أقوله كانت بصاد أحمدي لما كنا نحن في كلية الطب كنا يوميا بنقعد معاه وكان بالمناسبة ومحاضراته لينا في كلية الطب في كثير من الأحيان ما بتكون داخل قاعات الدرس كانت بتكون في النجيلة وفي البرش دائر دائما يخدت الحلقة بتاعته على سين يحضروها أكثر الناس ويحضروها كما يحضروها العلماء زمان بيقعدوا ويتحلق حولهم الناس في حلقة وكانت محاضراتهم وطبعا التجاري مات مبكرا رحمه الله يعني في سن تقريبا يعني لا أدري أن يكمل الستين أو خمسة وستين سن صغيرة جدا فأنا برضو رسيته بكلمة فأصبحت هناك عندي كلمتين عنه كلمة الترجمة له على طريقة تباوض وضيف الله وتاني الكلمة اللي كتبتها في رسائه وأجيل من شباب الستينات والسبعينات يذكر الكلمتين ذلك جدا أنا يكاد يعني يكاد فيه ناس يعني يقولوا لي أنت بعد الكلمتين ذلك ما كتبت أي حال توفي عليه رحمة الله في 8 يناير 1970 كان عمره بالتالي عمرا قصيرا يعني إذا قلنا إنه مولد 1911 وتوفي عام 1970 معناها كان عمري 59 عاما لكن بما قدم وبما قرأ وبما قدم من فكر وتجربة يعني هذا لعدد كبير جدا من الناس يحسبوا أنه قد عاش عمرا طويلا لكن عمره كان عندما توفي 59 عاما بروفسور التجان الماحي الطريق إلى الروح يمر عبر بوابة التصالح مع الواقع والأفكار هي وعاء الزمن الجديد حتى يرث الشعراء الأرض وعوالمها اللامرئية ترجمة نانسي قنقر